من واشنطن ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف أهلا بك عبد الرحمن يعني العالم كله يندد بالمجزر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة أمس يطلق النار على مدنيين عزل وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية وهم على أبواب مجاعة إلا الولايات المتحدة ترفض في مجلس الأمن إصدار بيان تحمل فيه إسرائيل المسؤولية إلى أي مدى سيصل هذا التواطئ الأمريكي يعني لا يتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بأي أفعال إيدينا نحن نرى في مؤتمرات البيت الأبيض ووزارة الخارجية دائما ما يكون هناك دعوة إلى ما بين قوسين تحقيق مستقل لكن كيف يقوم الجاني بتحقيق مستقل عن جنايته أظن الشخصي أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أنه في حالة إصدار إدانة واحدة ستفتح جميع الملفات نحن نقول أن العالم أدانا ما جرى أمس لأنه كان واضحا لاحظي أن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها إجماع على فكرة الإدانة المجازر في غزة تحدث منذ الثامن من أكتوبر تحديدا والقصف بدأ منذ الثامن من أكتوبر والاجتاح بدأ في 27 أكتوبر طوال هذا الوقت نرى أنه دعوة إلى استخدام القانون الدولي دعوة إلى تخفيض الضحايا المدنيين دعوة إلى إدخال المساعدات لأن هذه اللغة الغليظة التي أول ما لا نسمعها أو لغة الإدانة العالية التي سمعناها إذا شاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية هذا سيفتح الباب على جميع المجازر التي ارتكبت مرة أخرى والمطالبة في تحقيقات دولية فيها لماذا؟ لأن هناك إجماع في هذه المسألة الأمر الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أدانت سيجب عليها أن تأخذ موقفا هذا ما سيطالب به الناس الموقف الأول هو عدم إمداد إسرائيل بالسلاح وخاصة الأسلحة الهجومية حتى لا تتكرر هذه المجزرة مرة أخرى لأن أي إدانة يجب أن أستدبعها نوع من أنواع الفعل ولذلك رأينا جوسف بوريل يقول منذ بضعة أيام بوضوح أن على الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت جدة عليها أن توقف مد إسرائيل بالسلاح هذا هو مسؤول السياسة الخارجية إذا ما قصة هذا التعهد الذي ستفرضه إدارة بايدن على إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة وفقا للقانون الدولي هذه مسرحية يعني هي بطبيعة الحال مسرحية ولكن هي مفهومة بمعنى أنها شيء يأتي في إطار الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن إسرائيل حتى آخر مدى لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع إسرائيل بوصفها كما قالوا نصا بوصفها مسألة أمن قومي أمريكي لماذا هي مسألة أمن قومي أمريكي إذا كانت إسرائيل تبعد آلاف الأميال عن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست موجودة في أمريكا اللاتينية فبالتالي نقول هي في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الأمريكية ليست موجودة في الشمال فنقول هي قريبة من ألسكا أقرب نقطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لكنها بعيدة ألاف الأميال لماذا لأنها هي التي تؤمن للولايات المتحدة الأمريكية وجود عسكري وتحالف وشراكة استراتيجية في المنطقة البترولية المنطقة الموجودة فيها العرب والمسلمين الذي اعتبر بعد أنصار اليمين الأمريكي أو المحللين من أنصار هينتنجون وفق قيامة وما إلى ذلك أن هذه المنطقة تحمل الخطر القادم بعد زوال الخطر الأحمر فمن ناحية أيدولوجية هناك منظرين داخل الولايات المتحدة الأمريكية ينظرون أن هذه المنطقة خطر وبالتالي يجب أن تكون خاضعة طوال الوقت للرقابة الأمريكية كيف تفعل هذه الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها عن طريق قاعدة عسكرية متقدمة ولا يوجد قاعدة عسكرية متقدمة مثل إسرائيل بوصفها كيان سرطاني زرع هنا بفعل الاستعمار ثم ورث بفعل الاستعمار فهذا جانب عسكري له بعد أيدولوجي أيضا وله بعد أيضا اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي حتى في مواجهة الصين لأن غزة ستكون هي الأرض التي تنتهي منها الرحلة للبضاع القادمة من الهند ثم الخليج ثم غزة تختار غزة ثم تذهب إلى أوروبا في مواجهة طريق الحرير الصيني وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع مسألة إسرائيل بوصفها مسألة وجودية للهيمنة الأمريكية وبالتالي في هذا السياق يمكن أن نفهم هذا الدعم غير المحدود لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى في نفسها أنها تدافع عن نفسها بدفاعها المستميطة على إسرائيل وهي علاقة معقدة بلاد